كتبت شهيرة على حسابها على الفيسبوك الخميس 6 أغسطس 2020 مش عارفة ليه بقى عندي بلادة يعني تناحة من ناحية الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزة شوف خلقة حد دهية لكون دخلة على حالة نفسية مش عايزة أفسر فوق الشكم وأقول اكتئاب يا رب لا لا استرها معايا يا رب يا كريم أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوا بقى لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علي وهنشوف قالت ايه عن حالة محمود ياسين ربنا يشفيه ويعوموا بالسلام أصارت الفنانة شهيرة الزعر وسط جمهور الفنان محمود ياسين السلساء أربعة تمانية ألفين وعشرين وذلك بعدما قالت أن حالة الفنان محمود ياسين الصحية لا تتحسن لكنها إلى حد ما مستقرة قائلة أنا ملازم الفنان على طول وأتمنى من الله أن حالته الصحية تفضل كده ويفضل حسه في الدنيا وأكدت الفنانة شهيرة أنها منعت الزيارة عن المنزل بسبب فيروس كورونا وذلك لمدة خمس تشهر موضحة أنها رفضت دخول ابنه عمر إلى المنزل ومن كان يريد رؤياته كانت تسمح له من بعيد فقط قائلة محمود ياسين كلم رجاء الجداوي قبل وفاتها وعرفها وكانت مبسوطة جدا أنها كلمته وتبعت ربنا موجود وأنا مش عارفة هنعمل إيه الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة والموضوع مالوش علاج ويا رب الحالة ما تضه ورش عن كده مؤكدة أنها أحيانا تتعرض لإهتزاز والصدمة بسبب عدم تقبل الوضع الصحي للفنان محمود ياسين ربنا إيش فيه وأكملت الفنانة شهيرة أن الفنانة نادية لطفي كانت تسأل على الفنان محمود ياسين باستمرار وكذلك فرؤي الفشاوي قبل وفاته كان يريد رؤية الفنان مشيرة إلى أن الفنان دخل في عامه السابع وهو يعاني من المرض ولكن الجميع يحبه وصرحت شهيرة من قبل بأنها ترفض أي عمل يعرض على زوجها نظرا لطبيعة مرضي لأنها لن يستطيع الوقوف أمام الكاميرا وكانت أقاويل تردرت حول إصابة النجم الكبير بالزهايمر وهنا وهي بتقول الكلام ده هو الوقت اللي براشي وهو متأثر طبعا ودي صور نادرة من زفافهم وصور أخرى وللعلم مرض الزهايمر ده في أنواع منه بتبقى شارسة جدا وصعب جدا مش على الراجل نفسه لكن على المحيطين به لأنه هو ممكن في أحيان كتير ما يعرفش الناس المحيطة به وممكن ينزل من الشقة ويتوه في الشوارع وفي واحد كان قال لي برضو أنه هو والده كان مصاب بالزهايمر واتهم ولاده بأنه هما بيسرقوه وأنه ما يعرفهمش رغم أنه كنوا بيخدموه ومولعين صوابهم من العشرة شامع عشانه لكن المرض ده فعلا صعب 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 ربنا ما يسمح بي لأي حد ويقوي شهيرة على خدمتهم إيه صور جميلة لهم ففرحهم ونشوف أسرار عنهم تخرج محمود ياسين في كلية الحقوق جامعة القاير عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام وكان أبوه معظفا في هيئة قناة السويس وكانوا يعيشون في فيلا ملك الشركة القناة فلما قامت صورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس في 1956 قالت ملكياتها إلى الشعب الأب كان فخورا بالصور ومن ثم غرص في إمني هذا الشعور الوطني والإعتزاز عن تعارف شهيرة على محمود ياسين قالت تعرفت على محمود ياسين أمام الكاميرا فكان يكون بدور البطولة في مصرحية ليلة مصرع جفارة أمام سناء جميل واخرق كرم طوع وللكاتب المصرحي مخايل أمام وكنت وقتها في الفرقة الأولى بمعهد الفينوم المصرحية كان هو خريج كلية حقوق وعضوا بالمصرح القومي فالتقينا أنا زاك وحلس ارتياح بيننا تمت خطبتنا ثم تزوجنا بعد عام من تعارفنا الفنان أحمد زاكي كان السبب وراء زواج محمود ياسين من شهيرة حيث أنها من مدينة الزأزيق وهي نفس المدينة التي ينتمي إليها أحمد زاكي وعندما جاءت شهيرة إلى القاهرة لتلتحك بمعهد الفينوم المصرحية اعتبرها أحمد زاكي أختا له وعندما بدأت قصة الحب بين محمود ياسين وشهيرة تحدث معه أحمد زاكي وأبلغه بأهمية أن يضع حدا لهذه العلاقة وعلى الفور طلب محمود ياسين يد شهيرة للزواج نتيجة لإحتجاج أحمد زاكي على علاقتهما التي لم تكن أخذت شكلا رسميا آن زاك وهنا دي صورة نادرة عمر الشريف وشهيرة ومحمود ياسين صور نادرة ليهم من مراحل حياتهم ربنا يدي له الساحة ويعومه بالسلامة وعدي شهيرة في شعوبها اعتزلت شهيرة الفن عام 1992 واتهدت الحجاب وعن هذا الموقف أكد محمود ياسين أن القرار اعتزالها أمر شخصي ولم يتدخل به وقال وقتها أنه يرحب بعودتها مرة ثانية إلى جمهورها وعادت شهيرة مجددا في عام 1996 لتقديم البرنامج الديني اللهم تقبل على قناة اقرأ والتابعة لشبكة قنوات الـ ART حلت الممثلة المعتزلة شهيرة ضيفة على الإعلامية رغضة شلهو في برنامجها فحص شامل مساء الأربعاء 15 فبراير 2017 وذلك على شاشة قناة تلفزيون الحياة وخلال الحلقة أدلت شهيرة بعدة تصريحات عن حياتها الشخصية ورغبتها في العودة للتمثيل وقالت أرفض الأفساح عن عمري الحقيقي لأننا كسيدات لدينا عزرانة إذ أننا نفضل أن نبدو كشباب واسمي الحقيقي عائشة محمد حمدي وأنا من أطلقت اسم شهيرة على نفسي أما في المنزل يقولون لي شو شو عندما رأيت محمود ياسين أول مرة لم أنتبه له ولم يضق قلبي له حيث أن والدي كان متوفيا حديثا وكنت وقتها في السنة الأولى بمعاري التمثيل وهذا ما لفت انتباهه لي لأنني لم أعطيه أي اتمام حتى وضعني داخل رأسه وكان وقتها في بدايات ودق قلبي عندما انتهينا من تصوير أحد العمال الفنية وابتعدنا فترة ما بعد التصوير فوجدتني أفكر به حتى اجتمعنا مجددا وهنا بدأت قصة حبنا دق القلب بيكون قبل الجواز والفترة الأولى منه لكن بعد كده بيسمى دقا الدماغ محمود ياسين متازن جدا وواجه مطاردات غرامية كثيرة من معجبات وفنانات ولولا أنه عائلة كان بيتنا تضمر من زمان هناك فنانة كان لديها إسرار على أن تتزوج من محمود ياسين بسبب حبها له ولكنه رفض وقال لي وقتها أن المقص اللي بقص بيه دفري برقبتها محمود ياسين بيحبني ويحب بيته وأبنائه ولا يوجد لدي أي استعداد بأن تأتي امرأة لكي تخرج بيته ومحمود ياسين لا يستطيع أن يتزوج مرة تانية أول وآخر قبلة لي في السينما كانت مع محمود ياسين وكنا في حالة حب وقتها ولكنني لم أشعر بأي شيء في ذلك الوقت لم أتضايق بالمشاهد الجريعة لمحمود ياسين أمام نجمات السينما وذلك لأننا فنانين في الأساس ونعرف أن ذلك مجرد تمثيل وأنا كنت متفهمة للظروف المحيطة به ورفضت قبلة الراحل نور الشريف في فيلم واسمت عار واسمت التصوير حتى فكروا كيف يتم المشهد دون أن يلمسني وبالفعل تم تصوير الفيلم وتنفيذ رغبتي أنا مع سهير رمزي صديقتها طبعا أنتيم لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليسلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم